ألا بكم مشاهدين في المناظرة اليومية تغادر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في جولة أسيوية أسقطت من قائمتها تايوان هذا على الأقل ما يتضح من التغريدة التي صدرت عن بيلوسي في مؤشر على استجابة أمريكية لتحذيرات صينية أخرها تلك التي واجهها الرئيس الصيني تشي جينج بينج إلى نظيره الأمريكي جو بايدن لا تلعب بالنار وإلا ستحترق هذه الرسالة التي نقلها بينج إلى البيت الأبيض بتزمن مع كل هذا وفي كلمة ألقيت بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي أرض الرئيس الروسي فريديمير بوتين عقيدة بلاده البحرية الجديدة شمل ذلك تحديد مناطق من البحار والمحيطات تشكل مصالحا للسيادة والأمن القومي الروسيين حدثان وإن كانا منفصلين يثيران تساولا حول ما إن كانت الولايات المتحدة تخضع تدريجيا وينتهي زمنها كقطب واحد حاكم للعالم أمنها تفوض وتناور وتتعامل بدبلوماسية وحذر وستبقى مهما تراجعت القوة الكبرى في العالم أسئلة نطرحها على ضيفينا بعد قليل أسئلة نطرحها على ضيفينا يضم إلينا في هذه المناظرة من موسكو دكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية بموسكو ومن نيويورك دكتور ناصير العمري المحلل السياسي أبدأ معك دكتور ناصير إذن تايوان على الأقل حتى هذه اللحظة يبدو أنها أسقطت من قائمة جولة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هذا بالإضافة إلى حوادث أخرى سابقة أصبح الكثير يقول بصوت أعلى وأعلى أن الهيمنة الأمريكية تنهار أكثر فأكثر وهي تخضع للتحذيرات الصينية والروسية إلى جانبها تحية لك والمناظر الكريم والمشاهدين في الحقيقة الولايات المتحدة لا تريد أن تستفز أحدا والبيت الأبيض لم يطلب من السيدة بيلوسي أن تدرج تايوان على قائمة المواقع أو الدول التي ستزورها ولكن هذه دولة ديمقراطية فيها فصل للسلطات وطبعا سيدة بيلوسي هي سيدة نفسها ولكنها بنفس الوقت تعلم بأن هناك سياسة خارجية أمريكية هي سياسة الصين الواحدة ومعناها أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع تايوان كدولة مستقلة ولكن لا تستفز الصين فيما يتعلق بمستقبل تايوان ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة ملتزمة بأن يكون أي تحول في هذه الجزيرة ومستقبلها السياسي هو مرتبط بسكانها الذين يزيد عددهم على العشرين مليون ومن الواضح أنهم لا يريدون الانضمام إلى الحكومة سيكونوا جزء من الصين لأنهم لم يوافقوا على هذه الحكومة الصينية إذن أظن بأن الولايات المتحدة تثبت نفسها وعلاقتها موجودة مع تايوان لكن من الحكمة أن لا تستفز دولة مثل الصين خاصة أن ذلك لا يغير الكثير هي زيارة رسمية ولا تغير في واقع أن علاقة تايوان بالولايات المتحدة هي علاقة وطيدة وقوية لكن دكتور قبل أن ننتقل لدكتور محمود الأفندي كيف تفسر التصريحات السابقة للرئيس الملكي جو بايدن حول الدفاع عن تايوان عسكرية أن يتطلب الأمر؟ أظن بأن ذلك لم يتغير سياسة الصين الواحدة أو الموحدة لا تعني بأن الولايات المتحدة ستقف متفرجة على العكس أظن بأنها ستهب للدفاع عن تايوان كما هبت أوروبا للدفاع عن أوكرانيا وهي دول حليفة للولايات المتحدة هي لا تحكم هذه الدول ولا تتحكم بها تايوان هي دولة ديمقراطية واليابان دولة ديمقراطية وبقية الدول كوريا الجنوبية إذن هذا تحالف بين دول ديمقراطية وأظن بأن هذا ما يزعج الصين أنه تحالف لديمقراطيات يعني عكس ما ترى في الصين حكومة مركزية لا يوجد فيها حقوق للمواضنين يعني وفصل سلطات من أي نوع في الحقيقة دكتور محمود سمعت ما تفضل به دكتور نصير بالنهاية الولايات المتحدة هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات الديمقراطية إليها تحتكم في اتخاذ قراراتها والذي يزعج الصين وربما بنهاية المطاف روسيا هو هذا الحلف الناشئ بين هذه الدول الديمقراطية الولايات المتحدة تنظر الأمور بحكمة لا تريد أن تستفز لكن لو تطلب الأمر سوف تكون قوي وسوف تهب لمساعدة حلفائها ردك على كل هذا أول شيء يسعد مساء صديقي والإخوة المشاهدين والأستاذ نصير طبعا قليلا نكون واقعيين يعني بشكل واقعي وبشكل منطقي هذا التحالف الدمقراطي الذي أستاذ الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس ناشئ هو من عام 1945 بعد دهاية الحرب العالمية التانية وفعليا تمكن وأصبح قوي بعد بداية الحرب الباردة عام الخمسينات فهذا ليس ناشئ أول شيء يعني هو منظمة مريالية بشكل كامل على أساس الليبرالية والديمقراطية تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأول شيء ما يسمى المليار الزهبي ما هو المليار الزهبي تعلم أنه المليار الزهبي هو الذي يقود الخمس مليارات الأخرى الباقية في العالم وأن أصبح ستة أو سبعة حسب قصة سكة العالم هي السيطة بواقعات المليار الزهبي الاقتصاد القوي وما يسمى الديمقراطية والليبرالية على أساس فقط بنها بالشيوم الأخرى يعني هذه الليبرالية تنهى بالشعوب الأخرى تحصل على هذا المليار عن طريق صرق صرواتها وإغراقها في الديون عن طريق صندوق الضحة الدولي وما هو عليه وكل منظمات الأمم المتحدة التي إنشأتها تابعة الوطن المتحدة الأمريكية هذا شيء واقع ولكن فعليا اللي حصل يعني خلينا نكون تدريجيا اللي حصل بالفترة الأقيرة وخصوصا من استلام بايدن الرئيس سرام طبعا لما كان في إثناء فترته كان يحاول أن يزيل هذه الشوائب أو يرجع يوط بالتحدي الأمريكية هيبتها ولكن فعليا ما حصل لما أتى الرئيس بايدن إلى السلطة انتهت هيبت الوطن المتحدة الأمريكية فعليا أصبحت بقيادتها وسياستها الدمقراطية أو كان الحزب الديمقراطي أو كان بدأت تنتهي نوعا ما تدريجيا يعني أذكر بدأت تدخل عسكري رغم أن في أمريكا الدقاء العسكري أو بيات العمرية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعدها بدأت الصين تقوى أصبح هناك خلفاء أصبح هناك مجموعات يعني دائما كانت والمتحدة هو المجموعة السبعة أو الثمانية كانت مع موسيا الآن هناك الشوص يعني ما يسمى مجموعة شانجاي هناك مجموعة بريكس هناك مجموعة أوبيكتوس كل هذا بدأت انهار أمريكي وقصوصا أنت بالأخير يعني كلنا تنعرف الزيارة المهينة للرئيس بايدن للملكة العربية السعودية كانت بكل الأحزاكات مهينة يعني طلب النص ولم يعطيه حمد بن سلمان أي شيء ولا أي دولة خليجية بدأ الاهنيار الأمريكي هذا أمر واضح والآن بدأت أمريكا حتى يعني تصور أن الرئيس بايدن خلافة زيارة السعودية قال سأضرب إيران عسكريا في حال أنها أثرت على أمن الدول أخرى والفعالية لا تستطيع المتحدة الأمريكية أن تضرب إيران ولا تستطيع أن تضرب نصير أو تحاري عن تايوان هذا أمر طبيعي لأن المتحدة الأمريكية لا تدخل أي بلد وتدخل فيها عسكر وفيها منظومات دفاع جميعية ولدها جيش قوي هي تدخل على بلاد فقط ليس لديها جيوش يعني مثل أفغانستان ولا العراق ولا ليبيا فعليا دول ناشئة فهي لا تستطيع يعني أن تنجبت مخسائر فعليا اللي حصل الآن بدأ الشرق كبير اللي حصل بين أوروبا المنظومة الديمقراطية الليبرالية أصبح شرق كبير السبب هو مليار المليار الزامن المصارح اتصادية يعني الدول الأخرى رفضت أن تسرق وبدأت تتخذ قرارات حسب مصلحتها الاقتصادية والسياسية فبدأت ملايك المتحدة الأمريكية تفقد حدائق الخلفية شيئا فشايا نبدأ أول الشيء في السعودية اللي هي حقيقتها الأساسية الخليج العربي أيضا الصين يعني لأن الصين هي مدعومة أكثر من المتحدة الأمريكية يعني في اللي رفع اقتصاد الصين إلى المتحدة الأمريكية فعليا ودائما كانت هي حليفة لها ضد وروق ضد اتعاد صويتي فنقطة مهمة جدا يعني بدأ الآن اللي بيار لذلك بالنقطة بس نقطة بالنسبة للتايوان بلوسيا هي ليست يعني هي لها قرار فعلا أن هي رئيس الكونجرس الأمريكي هي قررت أن تزهب إلى الصين ولكن اللي حصل أنه كان الأمريكي توقعوا دائما أنه التحزيرات الصينية غير جدية بالفعل يا بالتاريخ كان كانت تحزين الصيني غير جدي ولكن اللي حصل أنه الصين البارحة رفعت أسلحات وملأت المناورات العسكرية البحرية أمام التايوان في وقت انطلاق طائرة ففهم الأمريكيون أن بالفعل الصينيين قرروا بشكل نائي أن يضربوا هذه الطائرة فلذلك كانت بصول حرب علمية تأتي بمتياج فلا تستطيع أن المتحدة الأمريكية من شكل أسكال في حالتها الآن عسكرية أن تدخل إلى أي دولة عسكرية لأنها جيش أو اقتصار قوي هذا أمر مجرد يعني بدأ النيار التدريسي دعنا أعود دكتور نصير دكتور نصير تحدث هنا دكتور محمود عن كثير من الأمور والأحداث والظواهر التي أريد أن نتطرق إليها لأنها مهمة جدا لكن قبل كل شيء ولو نبدأ من آخر الأحداث أنت سمعت التصريح الذي صدر عن رئيس الروسي فريديمير بوتيند فيما يتعلق بيوم الأصول الحربي الروسي يعني ما كانت أي دولة في العالم فيما سبق تقول كلام مثل هذا في السابق أي أننا سوف ندافع عن أمننا القومي بنشر أساطيلنا وقواتنا البحرية في محيطات وفي بحر مختلفة من القطب الشمالي إلى البحر الأسود إلى البحر الأحمر يعني وكاننا نشهد بداية لمزاحمة الأساطيل الأمريكية هنا يعني هي ليست ببداية أظن بأن الولايات المتحدة والتحالف الغربي ومعه الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان هناك تزاحم والحرب الباردة ما هي إلا تزاحم بين استحاد السوفيتي ومن جهة والتحالف والمعسكر الغربي من جهة أخرى فهذا ليس بجديد يعني وأفغانستان يعني كان هناك قتال في الحقيقة بالوكالة عن الاتحاد السوفيتي وكان هناك حرب كوريا لحرب الكورية وغيرها ولكن ما يحصل اليوم هو فعلا ظهور قوة على الساحة وهذه القوة هي طبعا القوة الحقيقية هي الصين لأنها قوة اقتصادية ويمكنها يوم من الأيام أن تنشر قوة عسكرية وهي تزاحم الولايات المتحدة استراتيجيا في التكنولوجيا وهذا كله حقيقة وواقع ولكن أنا لا أتفق مع الأستاذ محمود لأنه فعلا يعني يرسم عالم عجيب يعني غير موجود مع كل الاحترام وهو أن هناك انهيار للولايات المتحدة والتحالف الغربي نعم هناك تراجع لأنه الصين دولة موجودة وتفرض نفسها وهذا واقع وتتعامل معه الولايات المتحدة ولكن فيما يتعلق بقوة الولايات المتحدة وهيمنتها على الاقتصاد العالمي وعلى المفاصل الاقتصاد الدولي والعقوبات التي فرضتها على روسيا هي أكبر دليل بأنها تهيمن على مفاصل الاقتصاد العالمي والصين في الحقيقة هي تحتاج في نموها واقتصادها إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا والصين تخشى على هذه العلاقة فالقول بأن أمريكا والغرب ينهارون أمام روسيا وأمام الصين هذا غير صحيح هناك حلفاء للولايات المتحدة ومنهم المتردد ومنهم الخائف ومنهم مثل إسرائيل الذي يريد الولايات المتحدة أن تنخرط أكثر في الشرق الأوسط وهناك اليابان التي تطالب بأن يكون هناك دعم أمريكي للديمقراطيات في آسيا ولكن الولايات المتحدة لا تحكم كما تحكم روسيا هذه الجمهوريات التي استقلت وما زالت روسيا تحكمها رغم أنها في الأمم المتحدة هي دول مستقلة ولكنها تحكمها من خلال التخويف والتهديد وبلا روسيا مثال على ذلك كيف يتدخلون في انتخابات بلا روسيا ويثبتون طاغية على حساب الشعب وفعلوا ذلك في روسيا ثبتوا طاغية مجرم وهجر شعبه وقتل على حساب شعبي فالولايات المتحدة لا تعمل بهذه الطريقة حتى مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هي ذهبت إلى الحوار معه رغم أنه نعم متهم وليس متهم مثبت أنه اتخذ قرار أغضب الولايات المتحدة والعالم كله فهذا هو الفرق بين أن تقود الناس بالعصى والطغيان مثل كما تفعل روسيا وكما تفعل الصين لشعبها يعني هناك إقليم في الصين في حوالي يعني هناك إقليم للمسلمين فيه معتقلات جماعية وفي قمع وممنوع عن تمارس دينك ومحول الهوية الإسلامية وهذا ما لا تفعله الولايات المتحدة لأنها كما رأينا يعني السيدة بلوسي يعني طلبوا منها باحترام ربما أتوقع يعني من وراء الكواليس أن لا تقوم بهذه الزيارة ولو أصرت على فكرة لو أصرت لا استطاعت أن تقوم يعني بها ولكن كما قلت يعني السيد محمود الأفندي يعني يرى العالم على أنه حلبت مصارعة لأننا لا نراه على أنه حلبت مصارعة هناك خلافات دولية ولا نذهب إلى حول العالم لدعم الطغاة في بنزويلا ودعم الطغاة في الشرق الأوسط ودعم الطغاة وتهديد الدول يعني من أجل تحقيق أهداف سياسية هذا ما تفعل الصين وتفعل روسيا الولايات المتحدة لا تفعل ذلك الولايات المتحدة تتعامل مع دول مستقلة مثل الإمارات مثلا الإمارات هناك خلافات مع الولايات المتحدة ومع السعودية هناك خلافات مع إسرائيل لها خلافات فهذه دولة ديمقراطية وربما هذا يعني ما لا يستطيع السيد محمود أن يقبله وهو أننا كل ديمقراطية لا نقود الناس بالعصى ولا بالطغي ولا بالتهديد ولا بمع شعبنا دكتور محمود نراه ويبتسم ويضحك سوف نسأله عن السبب لكن قبل ذلك دكتور محمود أشار هنا دكتور نصير إلى مسألة مهمة يعني دوما نسمع هذا الكلام حول انهيار نظام القطب الواحد لكن عندما ننظر إلى التفاصيل وإلى الأرقام لو ننظر إلى كما قال السيد دكتور نصير ما تزال الولايات المتحدة تهيما على مفاصل الاقتصاد والسياسة العالمية لو ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي والفردي للولايات المتحدة ونقارن ذلك بنظريه الروسي والصيني سنجد هنا فارق كبير جدا بحجم سنوات ضوئية هذا عدى الاختراعات والحلفاء كما قال دكتور نصير وكل هذه التفاصيل كيف ترد على كل هذا؟ طبعا لا يمكن فهمني الاستاذ نصير خطأ في أول لقاء أنا أخذت الانهيار التدريجي وليس الانهيار الوضاشر التدريجي يعني بدأت ويأتي المتحدة الأمريكية تخسر يعني أن تكون مثل هذا الاتصاد القوي وهذا التحالف القوي والمليار الزهبي يعني هاربي يوم وبليلة وضعها هذا شيء مستحيل الانهيار التدريجي يعني كيف الانهيار التدريجي الحلفاء الحلفاء الأساسيين المصدر الطاقة لأنه أنت صديقي بحاجة لأي لأي صناعة وأي اقتصاب بحاجة إلى طاقة رخيصة الطاقة الرخيصة الآن انتهت كيف سيعود إليها هوات المتحدة أمريكية يعود إليها فقط عن طريق الخليج لأن روسيا عليها عقوبات وروسيا رفضت الآن والدفع في الربل وبدأت تستخدم سلاح الطاقة كسلاح جهوسياسي فذهبت إلى السعودية فأخذت لم تأخذ شيئا فعليا أنه نشوف أنه حتى حليفة أساسي نرجع بسل التاريخ شوي المملكة العربية السعودية هي السلم الرئيسي لإذيار الاتحاد السوريتي على فقط وقتها زاد الإنتاج السعودية والقليج أدى فعليا إلى إذيار الاتحاد السوريتي والعلاق عيباد ودعت تدخل العلاق في الكويت وقتها يعني دائما السعودية هي صاحبة قرار أمريكي حديقة خلفية انتهت هذه الأمور هناك دول أخرى مثل الصين قلت لك الآن هي الخارج دائما الأمريكية هناك دول أخرى بناءت تدريجيا ضمن الصفوة الأوروبية يعني نرى اليابان على سبيل نساء يقول اليابان اليابان البارحة رفضت أن تخرج خارج شركة سخالين قالت لأمريكا بعد ترسالة نحن هذا مصارحنا الاقتصادية ولا نتخلى عنها يعني رفضت العقوبات بمسابة سخالين لا خطوة سخالين الأمر الآخر الأوروبا الآن تبدأ تدريجيا بحصوها على الطاقة لأنه علمت أن النيار يعني هن كيسينجر ما قال من حوالي يومين قال كلمة مهمة جدا من حوالي أربعة أيام قال أن أوروبا لم يصبح فيها رؤساء أو رواد ليصبحوا مصالحهم فالآن المجموعة الأوروبية بقيادة الرؤساء الضعفاء جدا يعني وضعت المتحدة الأمريكية بدأت تشعر أنها أمام انتفاضة شعبية ولكن بشكل تدريجي يعني الصناعة وكل شيء اقتصاد بحاجة للطاقة رخيصة هذه الطاقة الرخيصة الآن غير موجودة بأي شكل من الأشكال فبدأت الآن تسأل المتحدة الأمريكية وليست بهذه الأسعار حتى أسعار البنزين في أمريكا ترتفع يعني هذا يعني كله الهيار التدريجي لمنظومة المليار الزهر ليس بلا وضوحها بماذا أضحك أنا على لا أضحك أنا أبتسم على كلام الأستاذ نصير يقول لك أن أمريكا تزرع السلام ونجحة الطغار يعني أني لا يزرع الطغار بس لا يصبح حد بالعراق يعني حتى الآن من 2003 حتى الآن دخلوا في العراق قبل كان العقوبة والآن 2003 حتى الآن العراق اليوم نراها ما يحصل في العراق الآن أهناك دولة في العراق؟ ليبيا أهناك دولة في ليبيا؟ أفغانستان وضعوا الرهابيين على رئاسة اللي تبروهم الرهابيين الطالبان وضعوهم على سيد دولة يعني أين الاستقرار الاتصادي أو السياسي في أي منطقة أين تدخل الاتصال الأمريكية؟ بيننا أنظر إلى روسيا أو الصين أينما دخلت أصبحت سمام بلا روسيا كان هناك انتفاضة شعبية ومقتلت لك أهلية أوقفت سوريا كانت مشتعلة حتى 2016 كانت هناك أربع إصابات كان كل واحد له إصابة ماسك منطقة الآن الحكومة السورية الشرعية تملك حوالي تبينين ببنية أراضي السورية والمشكلة الآن في الاتصال الأمريكية يعني روسيا ما تدخل تزرع السلام عن طريق حتى لو كانوا الطلق غير الطلق الديمقراطية المعتادية الليبرالية يعني أعتبر أنا بشكل شخصي أنها فاشلة لأنه ليس هناك ديمقراطية في العالم ألا هو بحكومة ديمقراطية الديمقراطية يعني أن هناك حزبين الديمقراطية والديمقراطية والجبوري وليس لأي طرف آخر لأنه يحق أن يدخل في هذه السياسة عالمية إما الديمقراطية أو الجنوري فهذه ليس الديمقراطية برأيه أي رأي خاص ولكن ولكن مقطة المهمة أحد يعني عفل 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 أستاذ سير أستاذ سير كلمة صغيرة كلمة صغيرة كلمة صغيرة بس فقط يعني أنا هنا على أول بس من مقطة مهمة رجاء خاص أن الفعلية من ما يحصل هو انهيار يعني بدء التدريجي يعني بدء التطبط ويأتي المتحدة الأمريكية علفائها تدريج درجة فدرجة النهاية ستكون يعني ليست بعيدة وليست قريبة متوسطة لأن بدأت الآن العالم بالاتجاه بظهور علفاء الطابجي تنظر ليس بيوم وليلي وتنظر عن طريق تحالف اقتصادي تحالف اقتصادي يعني البريكس على سبيل المثال الآن تريد إيران والسعودية دخولها وهناك حديث عن مصر أيضا دعني أدعون إلى دكتور نصير دكتور نصير قال هنا الدكتور محمود نقطة أحب أن أسمع رؤيك حولها الولايات المتحدة أينما تدخل تدخل لنشر الفوضى والحرب بينما روسيا تدخل لجلب السلام كما حصل في سوريا كما حفصل في بيلاروسيا كما حصل في كازاخستان هذه نقطة ونقطة أخرى بالحديث عن هذا الانهيار الذي شدد على أنه تدريجي لو ننظر دكتور إلى أوروبا اليوم أوروبا بدأت قلبا وقالبا مع الولايات المتحدة أصبحت تريد أكثر فأكثر التعاطي مع روسيا ومع الغاز الروسي وأصبحنا نسمع من جديد الكلام حول ضرورة إنشاء قوة عسكرية أوروبية أي بعيدا عن الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة يعني السيد دكتور محمود يعيش في عالم جميل ولكنه في رأسه للأسف يعني هو غير موجود يعني عندما دخلت الولايات المتحدة إلى بوزنيا وحمت المسلمين من الرئيس الصربي الذي كان تدعم روسيا لو لا يعني لكان هناك مجازر جماعية بالمسلمين داعش الإرهابية التي شكلت الولايات المتحدة التحالف الدولي وطردتها بينما بينما كانت روسيا تدعم الطاغية بشار الأسد الذي كان يقتل شعبه بالسلاح الكيماوي كما هو واضح الآن وتم إثباته تابع تابع دكتور نصير نعود لك دكتور عفوا لم يكتم إثباته لم يكتم إثباته لم يكتم إثباته لم يكتم إثباته هل كانوا يزرعون السلام والحب يا أستاذ محمود لا يجوز هذا الكلام وبالنسبة لحر أنا لا أشيطن لا أقول لك بأن أمريكا ملاك أنا كنت ضد وما زلت ضد التدخل الأمريكي في العراق وأظن بأنه كان له دوافع غبية ودوافع دينية وخاطئة ولكن الولايات المتحدة تعرضت لهجوم عندما هاجمت أفغانستان وكانت طالبان يعني تحتوي القاعدة وتحتوي أسامة بن لادن وكان هناك ردة فعل أمريكي على هجوم حصل على أمريكا فأنا لا أدافع عن السياسة الأمريكية وكان هناك مثلا عندما في ليبيا يعني من الذي بدأ أمريكا التي بدأت في ليبيا أمان الطاغية بدأ يقتل شعبه وانتظرت أمريكا أكثر من سنة قبل أن يدخل القذافي ويقضي على الشعب الليبي فلوم أمريكا على كل شيء هذا من السهل وإظهار روسيا إظهار روسيا يعني أنها الحمل الوديع ويعني إغفال الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها اليوم بينما نتكلم الآن يعني كان هناك قتل جماعي لخمسين جندي كانوا يقاتل في ماريوبل تم إبادتهم بشكل كامل ورأينا جرائم ترتكب في بوشا فهذه تصوير دولة على أنها هي دولة تقاتل من أجل الحرية يعني هذا نوع من الأيديولوجية وفي الحقيقة يعني نوع من الإصرار على تصوير العالم على أن أمريكا هي شر وعلى أن روسيا والصين هما خير مع أنني أعطيت أدلة كثيرة على أن ذلك غير صحيح فيما يتعلق بالتحالف يعني القوة الأمريكية هي نسبية يعني مجرد أن قوة تتراجع هذا لا يعني بأن القوة الآخر هو أصبح يهيمن على العالم يعني روسيا يعني روسيا اقتصادها أصغر من اقتصاد إسبانيا فهل يعني روسيا أصبحت تقود العالم لا روسيا لا تقود العالم وهناك الهند وقوة أخرى صاعدة إذن العالم يتغير ودور أمريكا يتغير ولكنها ما زالت تهيمن استراتيجيا على العالم بشكل شبه مطلق طيب شو الأخير من دكتور محمود دكتور محمود تحدثت عن دول البريكس والدول الصاعدة والأقطاب لكن حتى هذه دول فيما بينها غير متجانسة يعني لا الهند مع روسيا والصين ولا الصين قلبا وقالبا مع روسيا كيف ترد عن كل هذا طبعا يعني ما أحرض على كلام أستاذ نصير بس أقول فكرة واحدة بالنسبة لداعش وحرمت داعش داعش هي اتقال قتل الهند بتحدي أمريكية عن طريق حربها في العراق في سوريا يعني حوالي من وستين ألف قتل باعتراض المتحدة الأمريكية هذا أول شيء وروسيا لم تقتل أي مدني حتى الآن لم يسجل أي مدني بالخطأ في أوكرانيا ليسوا ما قتل مدنيين حتى بالنسبة للجنود الجنود ضربتهم أوكرانيا عن طريق سريق الهايمرز الأمريكية المعطاة بأي بأي مبرر إلى أوكرانيا هذه اللقطة بس نقطتين النقطة النهائية بالنسبة لها سؤالك صديقي دائما المصارح الاقتصادية طبعا المصارح الاقتصادية تؤدي إلى المصارح السياسية روسيا تحاول عن طريق المصارح الاقتصادية بدنا المداج يعني هلا بالبريكس بتلاقي الهند والصين الهند والصين مختلفات سياسية ولكن عن طريق الاتحاد الاقتصادي تبدأ المصارح السياسية بالظهور دكتور محمود الأفندي المحلل السياسي من روسيا ودكتور نصير العمر المحلل السياسي من نيويورك شكرا نزيل لكم نهاية المناظرة إلى اللقاء